أهلاً مشاهدينا، معيكو دكتور الرجل السيد عبدالعليم، دكتور أستشاري العلاقات طبيعية لأمراض المخلق العصاب والبحثة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جداً جداً، هنتكلم عن علاجة ضعف الجنسي شكل عام وخصوصاً لمريض السكر ما هو الأول الضعف الجنسي؟ هو الضعف في قدرة الرجل على الانتصاب، في أكثر الأمراض التي يمكن تسبب ضعف جنسي أو الأسباب طبعاً أحضر رقم واحد السكر من أكثر الأسباب التي يمكن تسبب لهم مشكلة الضعف الجنسي، أمراض القلب والشرايين تسبب ضعف جنسي، تعاطي الكحليات وجميع أنواع المخدرات تسبب ضعف جنسي على عكس ما الناس تتخيل، كل دي أوهام من أكبر أسباب الضعف الجنسي وارتخيل العضو الزكري، تشرب المخدرات والحشيش والمثال الحاجات دي كلها، طبعاً، بالنسبة قبل ما نشرح إيه لي بيحصل؟ أنا عايز أتكلم بشكل خاص النهاردة عن علاج الانتصاب خصوصاً في مرضى السكر، ضعف الانتصاب أقصد خصوصاً في مرضى السكر، هنقول الأول، إيه اللي بيحصل؟ زي الانتصاب الطبيعي أصلاً بيحصل عند الرقم الانتصاب بيحتاج حكتين، بيحتاج اتصال بين حاجة اسمها الفسكولاريتي، الفسكولاريتي يعني الدورة الدموية، والنرب، العصب، يبقى أنا محتاجة حكتين يكونوا شغلين كويس، دورة دموية، وعصب كويس، المسؤولة عن العملية دي، مادة اسمها النايترك اوكسايد، هي المسؤولة عن العملية دي، إيه اللي بيحصل؟ لما المادة دي بتكون موجودة، الدورة الدموية، كويسة، بيزيد الكالسيوم، في يحصل حاجة في الخلية، تسمعها عملية اسمها دي بولاريزيشن، دي بتؤذي الإفراز، مويد، بتعمل حاجة اسمها كالسيوم لكلوكر، بتقلل دخول الكالسيوم جوى الخلية، بتاعت الأوعية الدموية، فتعمل ارتخاب في جدار الأوعية الدموية، فتتمدد الأوعية الدموية، خلاص؟ فلما بيأخذ اشارة من العصب عن طريق ان الدور دموية زادة بيحسد الانتصاب. خلاص؟ يبقى انا محتاجة الـ Neural Connection دي. ليه بقى؟ طب انا اللي محتاجة الاتصال كمان بتاع العصب فيه نقطة مهمة هو الـ Nitric Oxide ده اصلا جاي من اين؟ جاي عن طريق حاجة اسمها Non-Colinergic Neurons موجودة جوه الخلايا العصبية. يبقى اذن انا عشان يبقى هي انتصاب طبيعي محتاجة اتصال عصبي مع اتصال دموي كويس. دولة الحكتين الاساس بتوع الدورة الدموية. الدورة الدموية كويسة والاعصاب اللي بتقدل افراز المادة دي او الموصلات العصبية بمعنى اصح تكون شجالة كويس. ودولة اكتر حكتين بيتأثروا في مريض السكري او مريض السكر. هه اللي بيحصل؟ زيادة انتاج المواد الجولوكوس جوه الخلايا بيؤدي الى افراز مواد داخل القديم بتعمل حاجة اسمها Vascular Damage. تلف في الخلايا بتاعت الدورة الدموية. وبالتالي بيحصل Disorder في Nerve Fibers اللي هي الخلايا العصبية. عايش يا جماعة سمحوني لو المصطلحات العلمية كثيرة بس هو الموضوع صعب جدا. يبقى احنا السكر بيؤدي الى تدمع مواد مضرة. مواد بتتحول حاجة اسمها Delicated Compounds بتتراكب جوه الدورة الدموية دي. فبتعمل مشكلة في الخلايا العصبية او الاياف العصبية. فبيقل الانتصاب وبعدين بيدعب خالص نتيجة انه Nitric Oxide بيقل. تمام؟ طيب. نقطة سؤال مهم جدا لمريض السكر بالتحديد. هل ضعف الانتصاب مع مريض السكر يتعالج بالأدوية زي الفياجرة والكلام دي دوم ومشابه الأدوية اللي بالشكل ده؟ للأسف ومعظم الحالات لأ مش بيتعالج. لانه اصلا العصب حصل فيه تلف. والدورة الدموية الدقيقة كلها فيها انسداد. حتى لو الدورة الدموية كبيرة شكلت فالدورة الدموية الدقيقة خلاص حصل فيها انسداد. فانت بتاخد الدواء يعمل ايه؟ الطريق مقفول. فالدواء مش بيقصر ومعظم العينين بيقول يشتكوننا من الحفاية دي بيقول انه حتى الأدوية دي ما بتقصرش معنا. طيب ايه عليك بقى؟ بنعمل عندنا جهاز اا اول حاجة هنقولها عندنا جهاز امريكي ده بنحقن في مادة بتعمل ارتخاء في الدورة الاوعية الدموية فتزود تمدد الدم ومادة مضادة للالتهاب بتاع العصب. فانا كده بقى عليكت مشكلة الدورة الدموية. وعليكت مشكلة الايه? العصب. التهاب العصب. بنحقن المادة دي داخل الجهاز. وبيدخل عن طريق الاستكتاب الايوني للخلايا. ودي بتبقى اول حاجة بخطة العلاق. وبعد كده بنعمل جلسات بنزود بيها الدورة الدموية الدقيقة. عن طريق موجات اه اه احدية اللوت. وعن طريق العلاج الضائي ده الجهاز امريكي. والعلاج الضائي ده جهاز انجليزي. وبنعمل حاجة اسمها اه 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 العلاج بالضغط عشان نزود الكفاءة بتاعة الاولادة عشان ازا برضو فيه تسرق وريدي نعالجه. واحنا بنعالج المشكلة دي. وبنقوي جميع العضارات المحاطة بالمكان. كل ده يساعد في علاج مشكلة الضعف الجلسي. بناخد وقت قدقين. احنا بنعمل الكورس حوالي اتناشر جلسة. بنحقن فيه من ستة برضو من ستة مرات لحد اتناشر مرة. على حسب الحالة. وينفع نعمل جلستين في اليوم من خلص الكورس في اسبوع. وينفع نعمل جلسة كل يوم. وينفع نعمل جلسة اه يوم بعد يوم. بنعرف من ينف موقيس اه ان العيان تحسن ولا لأ. طبعا العيان بيعرف النتيجة على طول. اه بالعلاقة مع زوجته. وبلاس برضو ان احنا بنعمل تقييم. بنشوف الدورة الدموية اللي وصل للقديم. وبنعمل تقييم للاحساس بتاع القديم. الاحساس السطحي والاحساس باللمس والاحساس العميق. وبنتأكد ان كانت الحالة تحسنت ولا لأ. والحمد لله كل الحالات بالاياسات بتتحسن جدا. اه نتمنى نكون فيديكم في حلقة النهاردة. شكرا لكم.